السلام عليكم ومرحبا بكم أيها المتابعين الكرام مع هذا الفيديو الجديد والذي سنتعرف من خلاله طريقة ربط قمرين نيلسات وأسترا مع أربع أجهزة استقبال فضائي باستخدام أربعة دايزيك الطريقة بشكل مفصل بعد الفاصل إذن إخوانا الأكارم أول عملية وجبة القيام بها وهو التثبيت طبق على قمر الأسترا وطبق على قمر النيلسات سأترك لكم روابط عملية تثبيت هذه الأقمار على أطباق تابتة ستقول لي لماذا لا نعمل مستارة نعم يمكن عمل المستارة على طبق واحد كبير ولكن ستعاني من مشكلة ضعف إشارة لدى مجموعة من الأقمار خصوصا أننا سنقوم باستقبالها من خلال أربع أجهزة استقبال فضائي وبالتالي يجب علي أن أخصص لكل قمر طبق لكي أحصل على كامل الإشارة في جميع الأجهزة المتصلة بالأواقف أنا أحضرت أربعة دايزيك سويتش 2.0 والتي تمكنني من ربض أربع أقمار على أربع أجهزة استقبال فضائي لكن في الحالة التي أنا بها الآن أتوفر فقط على طبقين قمت بوضع طبق النيلسات الذي يتوفر على لقث بأربع مخارج مع الوصلة LMP1 على أربع دايزيك والمتصلة مع أربع أجهزة استقبال فضائي أما عن قمر الأسترا فأنت قمت بتطبيق نفس العملية بحيث أني قمت بصناعة رؤوس الأسلاك وتتبيت عليها لفيش F والتي قمت مباشرة بتتبيتها مع المدخل LMP4 داخل أربعة سويتش دايزيك كما هو مبين لكم ومع أربعة مداخل في اللاقث من كلتا أطراف السلك أما عن عملية الربط بين الديزيك وجهاز الاستقبال فإني قمت مباشرة بإدخال سلكوكسيال في مدخل ريسيفر ومن ثم سيذهب مباشرة إلى جهاز الاستقبال وللإشارة فقط أنا في هذه العملية أعمل على مسألة بغابول كوليكتيف بطريقة لا تمكنني من أن أعمل ميلتي سويتش لأني أتوفر على كابلات متصلة بين الغرف وفي نفس الوقت متصلة مع السطح عبر لتيب أورانج هذا سبق لي وأنت طرقت له في إحدى الحلقات الماضية والتي يمكنك الرجوع إليها أما عن مسألة ضبط الديزيك فهي طبعية الحال سهلة للغاية كل ما عليك وهو تذكر ترتيب الأقمار حسب عدد المداخل كان النيلسات وأسترا قلت لكم LMP1 و LMP4 ثم نقوم بالدخول مباشرة إلى جهاز الاستقبال ونقوم بتشخيص قمر النيلسات ونقوم بجعل ديزيك 1.0 على حرف A أو 1 والأسترا مباشرة ستجعله طبعية الحال عند تفعيلك لخاصية الديزيك 1.0 ستجعله طبعية الحال في أربعة أو سي حسب الترتيب الذي قمت به طبعية الحلو على حسب عبدالأقمار التي تتوفر عليها في الديزيك أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا الفيديو وفي هذا الشرح الذي تعلمنا وتعرفنا من خلاله طريقة ربط أربع أجهزة استقبال فضائي مع أربعة ديزيك مباشرة مع قمرين في نفس الآن أرجو أن أكون قد وفقت في هذا الفيديو وفي هذه الحلقة إذا أعجبتك لا تنسى بالتجربة بزر لايك سبسكرايب للقناة إذا كانت هذه أهول زيارة لك وتعليق تحفيزي للتحفيز وأيضا طرح أزئلة وأيضا ملاحظات لمالا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة